يعني مباراة مهمة جدا 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 مصر كلها قاعدة مستنية النهاردة الماتش ان شاء الله بس في البداية كده خلينا نعرف منك كواليس التدريبات عاملة ازاي الاجواء نفسها عاملة ازاي مبين الاهلي والزمالك الثلاث طبعا زي ما احنا عارفين الزمالك وصل السعودية يوم الثلاث والاهلي وصل الاربع الزمالك خاض تدريبين والاهلي تدريب وحيد اللي هو كان امس تدريب رئيسي للمباراة الزمالك ركز في تدريباته على التحولات الهجومية وعلى اللعب على الجنبين التدريبات رغم انها كانت سرية لكن جزيج وميز المدير الفني للزمالك كان كل تركيزه على الجنبين واللعب بالجناحين بتوعب سواء احمد سيد زيزو او مصطفى شعلبي لكن الاهلي كان كل تركيزه على الكرات السابتة ازاي يقدر يختارك الزمالك من قرار الكرات السابتة وعلى التحولات في نص الملعب من خلال تواجد سلاسل نص الملعب اكرم توفيقه مروان عطية وامام عشور مع استغلال الجناحين حسين شحاته بيرس تاو للداخل وتبادل الادوار مع وسامة بعالي المهاجم الهلي اشتركوا في القناة